عندنا يوم لحد إن شاء الله اجتماع اتحاد الكرة مع الاندية الاندية الدولة الممتازة الثمنتاشر وانا ده لاهل النهاردة حتى أعلن عبر حساب الرسمي انه كاف سلاح وحفيز ان يكون متواجد في الاجتماع ويتكلم فيه خالصة في الطريق عايز اقول لحدك ان الاجتماع يوم لحد اجتماع اهم جدا واللي هتقوله الاندية هو اللي هيمشي ولكن اتحاد الكرة عنده بعض المشاكل هيعرضها على الاندية في اجتماع يوم لحد وبناء على القرارات او رأي الاندية هياخد قرارات يعني استكمال مسابة كاس مصر لو الاندية رفضت تستكمل كاس مصر اتحاد الكرة هياخد قرار بإلغاء كاس مصر اللي هو اللي كان شغال اللي وصل فيه الزمارك لربع النهائي او نصف النهائي وانه الاهلي لسه هلحف دول 16 مع امبيو هكذا يعني فيه كذا مواجهة لو الاندية شابت انه احنا مضغوطين وهنكس اتحاد الكرة بإلغاء مسابة الكاس الستيزن ده لانه الوقت مضغوط جدا التحكم عايز المنتخب هيخلص معسكر بتاعه مطش الجابون يوم خمسة تزعة هيبدي راحة عشرة ايام لفرق الدولي ثم يرجعوا العدو كاس مصر بحسن هو قبل 25 سبتمبر يكون مخلص كاس مصر ويبدأ 25 سبتمبر السيزن الجديد فبالتالي انه الفرق اللي هتكمل في كاس مصر سواء مسلا اهلي او زمالك مفيش وقت للراحة خالص ليهم هيبوا متواصلين بعد تد عندك كذا معسكر للمنتخب عندك بطولة افريقيا كاس او افريقيا بالكاميرون عندك اصفات كاس عالم وعندك كاس عالم وعندك مشاركة الاهل المنديال العام للاندية عندك مشاركة الاربع شرق اثنين في دول الابطار واثنين في الكنفدرالية كل ده السيزن مضغوط بشكل كبير جدا فبالتالي انه مفيش فترة راحة لللاعبين من المحال الافريقي المنتخب لكاس افريقيا لكاس العالم كل ده ستستعمل كل ده المعلومات اللي عندي الاهل لان يوافق على ضغط الكاس حتى لو تلغى الكاس يب هو القرار بإلغاء الكاس النقطة التانية اللي يتكلموا فيها بتاعة الدور الجديد شكل الدور الجديد نلعب من مبموعتين ولا هنلعب من دور واحد ولا هتستحمله ان احنا نلعب الدور المعتاد بدعنا اللي هو من دورين اه اه وخمسة وتلاتين واربعة وتلاتين اسبوع ونضغط ولا هتامل وعشان كنا اقول له هذا ان الاجتماع من حال ده مهم جدا واللي الانذية هتقوله هو اللي هيتم تطبيقه اه اه من خلال الاجتماع بحسب التصويت من اللي اكتر ومن اللي اقل طبعا فبالتالي ان ده مهم جدا لشان تحدد شكل الموسم الجديد ونتمنى يعني من خلال المنصة بتاعتك انه الانذية تبقى اكثر تفاهوما ويبقاش في اعناد يعني ميبقاش بتاع الزمان اطلع فرحان بالدور وعايز كمان يكسر كاس مصر شنراب الجمهير فيقولك احنا لازم نلعب كاس مصر طبعا انت بتاصفر على بقية الفرق انت هتقعد سنة كاملة مش هتريح ولا يوم لانك انت طالع من كاس مصر للدوري من الدوري الافريطة ومن الافريطة للمنتخب والمنتخب تصفاد كاس عالم فما فيش اي فترة راحة اه للاندية فان الاندية هتقول يوم لحد هو اللي هيبشي